طيب انت يعني شايف انه وقول لي بصراحة لقول لي بصراحة هل كان في مدير فني مصري عنده القدرة انه يضم مروان داود ويلعبه ويضم خد بالك انا ممكن اضم لك كزا لعيب وما حدش فيه ما حشوف انه جيلة لكن انا بقول لك انه ويلعبه ويضم حسين فصل ويلعبه ويضم من تاني قول معايا مروان حمدي ويلعبه احمد رفعت ويلعبه عمر كمال عبد الواحد ويلعبه احمد ياسين ويلعبه هل فيه مدير فني مصري مهند بقى من اللعيبة بقى كم سنة بنقول مهند التاخر طيب هل فيه مدير فني مصري كان عنده القدرة يضم اللعيبة دي ويشارك بيها في البطولة لا استحيل لانه عنده حسابات لانه عايش معنا احلى حاجة انت والكواش عارف حاجة عن حد انا بستغل شغل انا بس اللي انا مؤمن بيه بس عشان كده بتنجح عشان انت منتاش عندك حسابات ان ابراهيم فاقة هيطلع على الساعة حدوشر هيقطع فيه صح ولا هو مش عارف بقى هو مش عارف ولو ان كيروش يعني معلومة عارف كل حاجة بتتقال حلو بس هو في الاعلام وفي السوشيال ميديا وفي البرامج وفي المواقع في كل حاجة بيعني بيوصلوله بأمان دايما الاجنبي لوم ميزات خلنا انا اترب لوم ميزات طبعا اه طبعا لوم ميزات وكويس جدا ان احنا عندنا حد اجنبي بيستعمى جانا اجيري وجانا جانا ناس برد لا 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 كيروش مفيد مدرب مفيد لا مستحيل طيب اه رأيك ايه عايز تقول حاجة عايز اقول ان كلها منافع بطول العربية دي كلها منافع اظهرت لها ناس احنا شخصيا ما كناش نعرفهم اصلا يعني فاهمني فانت النهاردة لو طلعت بكام عدد فوق القايمة انت طلعت بخمسة ستة اصلا مش كل دول هيلعبوا احنا معترفين جدا وهم لكن انت بقى في زخم موجود بقى عندك الصفة الدولية المجموعة كبيرة من اللعيبة زي ما انت بتقول وقت ما حصل لي اي حاجة لقدر الله بأي دافع من الدوافع اصابات اه كورونا اه اه ارتباك في المستوى هاجم من الحتة تانية اللعبة اللي تلعب فيه اصلا مش مش اماكنها اه اصلا يعني صحيح يعني اكرم تفيدي اصلا مش باكليفت مش باكريت اه خلاص شواء خلاص واخد الاخر خد خدم خلاص خلاص يلا لكن عندك عمر كمان بمواصفات تانية صح عمر مش باكريت هو وينج اصلا اصلا اه فهمني لو عايز تتامل حتة ديت بقى عندك وبشناك كتير واخد عربية بقى بتكيف وبتاع واخد عربية كاملة